اشتركوا في القناة احنا نشرفين اكثر في وجودكم ونفتخر فيكم بالبداية اكلمنا عبد العزيز عن حملة ومبادرة كل ابونا جماعة بالبداية احب اشكركم على الاستضافة وحب اشكر سيدي حضر صاحب السمو امير البلاد وولي عهده الامين لتوليه داعي السنة من العطاء وابارك للسلطتين العياد الوطنية مبادرة كل ابونا جماعة هي كلمة خالدة للامير راح لشيخ صباح السالم رحمة الله تعالى عليه وهي كلمة احنا حبينا نركز عليها ونرسقها في اذان الجيل الغادم الجيل الواعي عبد العزيز توقع سألف معاك قبل نرجع من الفاصل قلت لك اش معنى اخترت هذه الكلمة وليش اخدت مختصر الكلمة احنا خذينا كلمة كل ابونا جماعة هي كلمة ابوية يبين احتضان الاب الى شعبه فركزنا على هذه الكلمة واستشرنا الشيخة حصة صباح السالم الله يحفظها بهذه الكلمة ووايد رحبت بالموضوع واشكرتنا على هذا الدور ممتاز الله يحفظكم العافية والله يحفظها وانجلها تحييل ايضا من برنامجنا ماجد كلمنا عن اسباب عمل هذه المبادرة شنو اللي خلاكم انكم تسوينها والله المبادرة اللي خلانا نسويها هي تعزيز الروح الوطنية بين افراد المجتمع والشعب الكويتي من خلال يعني فكرة بسيطة ان يكتب كلمة حق الكويت ويعلقها فاعتقد ان هذه من الاشياء البسيطة اللي نقدر نقدمها حق الكويت ممتاز اعتقد يعني اشخاص مثلكم خلال مبادرة فترة كثيرة انهم يقدرون يتركون اثر والكل يتكلم عنهم هذا شي جدا جميل ونفتخر فيه ومو الكل يقدر عليه ولكننا بنعرف منك عدد عزيز كثير عمر هذه الحملة المبادرة بلسناها من تاريخ واحد اثنى عشر وان شاء الله راح تكون دائما معانا لان فكرة تعزيز الوحدة الوطنية هي ما تاخذ يوم ولا اسبوع ولا شهر هي دائما بقلوب الشعب والمبادرة هي فكرتها بسيطة اللي هي فكرة طربية استعصلناها بعداتنا تغاليدنا الكويتية اللي هي فكرة القفل فالشعب الكويتي او الشخص الكويتي يكتب عبارة جميلة حق الكويت ونعلقها عندنا اكثر من استاند كل استاند حوالي حجمة ثلاثة بثلاثة تمركزنا باماكن مهمة بالكويت وعلقنا هذه الكلمات والعبارة الجميلة للشعب الكويتي اذا ما يبقى قفل خلق تفع عليه احياك عندنا خلاص ايكم تم حاضر تاريخ 19 راح نكون متواجدين بجامعة الخليج ممتاز فيشرفني حضورك انا اكثر وحضر ان شاء الله وراح اصور واذكرك في هذا اليوم ولكن من كلامك افهم عبد العزيز ان هذه المبادرة راح تتم على طول لان احنا نسمع كثير من الحملات او نشوف في البترة الاخيرة ولكن ما يسمعون اتي وتختفي فجحة تختفي عدل فهل راح نلتقي معاك في الغاء ثاني ونتكلم عن المبادرة هذه تشرف ان شاء الله موجود يعني من ثم ما تفضلت ان الاشياء التطوعية دايما يعني مرتبطة بهدف او مناسبة صحيح فالحملة هذه مو مرتبطة لا بهدف او مناسبة يعني حب الوطن موجود على مد الحياة ان شاء الله ان شاء الله على طول ونتمنى انكم تستمرون في مثل هذه المبادرة ولكن ماجد نبي نعرف عدد عضاء هذه المبادرة وهل في مجال في اشخاص حابينهم ينضمون وهو عدد اللجنة التطوعية والمتطوعين من الشباب والبنات يتراوح ما بين ست شباب الى ست بنات ويشتغلون في روح الفريق الواحد لانجاح هذه المبادرة صراحة ونوجههم تحية ونقولهم يعطيكم العافية صراحة على وقفتهم واي احد يحب ان يتواصل معانا يحب ان يشارك في المبادرة من خلال لجنة التطوعية يتواصل معانا وما لا لطيبة الخاطر هذا شيء مفتوح حق الجميع يعني اي واحد وده يشارك في حب الوطن او ان وده يساعدنا موجودين راحب بالكلو راحب بالإي نزيل بس خلال نوضح زيادة اللي حاب بنا ينضم لكم في شروط معينة مثلا عمر معين ان ينضم لهذه المبادرة ولا ما فيه اي شروط معانا عمر الشباب ثأت الشباب اللي تتراوح من 18 الى 3 هذا اللي وصلنا 18 وفوق عندنا اقامتين انستجرام وما طيبة كاغنات اذا تحطونا لنا يتواصلهم معنا ممتاز اللي هو اسمه كل ابونا جماعة انزيل عبدالعزيز كلمنا اكيد انتم قاعد تشغلون في هذه المبادرة عندكم هدف قاعد تسعوله خلال ايام القادمة انتم اشتغلتوا عليها من شهر 12 ولكننا بنعرف اهدافكم اللي راح تغادمونها من خلال هذه المبادرة هدف المبادرة تعزيز الوحدة الوطنية وظهار قيمة التعايش السلوك السلمي ان الشعب الكويتي كله واحد والتعزيز دور الشباب وانه شعب الكويتي يقدر يشتغل الشعب الكويتي ما يبيه قاعد مثلا بوظيفة يحتكر لا شعب الكويتي عنده طموح يقدر يقدر يعني يقدر يؤدي بهالبلد فهذه هي اهداف المبادرة كلنا نقدر لكن خليعطوني الفرصة هذه وحنا قد الفرصة ورح نقدر ان شاء الله كلنا كشعب الكويتينا نخدم ونعطي حب الكويتي ماجد كلمنا عن الانشطة اللي قدمتوها من تاريخ 1-12 لغاية هنقول فترة 19-2 اللي راح تكون ان شاء الله نشاط القادم لكم بدايتنا كانت انطلاقة هذه المبادرة في حديقة الشهيد وهي الحين تعتبر معلم الكل يقصده طبعا في زيارته وتالي انتغلنا حق الجامعة الكويت اللي كلية الهندسة في الخالدية واتجهنا الى المباركية قبل سبوع او سبوعين وهذه الاماكن اللي قدمنا بزيارتها ووضعنا الستاند وستوينا مثل افنت كان موجود هناك وعشان مثل ما يقول الراضي جميع شرائح المجتمع انهم موجودين في كل مكان ومثلا الكبير ما يقدروا روح الجامعة والجامعة طلبوا وكذلك يعني كنا موجودين في كل مكان وزيد على كلام اخوي ماجد احنا قاعد نشوف الصور على الشاشة اللي قاعد ترفون عنهم اللي كانت في حديقة شهيد وقلتها وايضا جامعة الكويت نعم شو انت بضيف ازيد على كلام اخوي ماجد زرنا الجامعات الخاصة وزرنا من المجمعات اللي هم مجمع سوق شر ومن القهوة الشعبية اللي يتمركزون فيها اباهاتنا اللي هم غدول البلد منتاز انت ذكرتها والاماكن اللي زرتوها ولكن ابي عرف من اللي يحدد الاماكن هل هم مثلا يدعونكم كأن يبون تكون المبادرة هذه موجودة عندهم ولا انت وتختارونهم على اي اساس تختارون المكان احنا نختار المكان على تمركز الشريحة اللي فيه احنا بالجامعات قاعد نسعى حق شريحة الشباب اللي هي حسب احصاية وزارة الدولة وشؤون الشباب ان الشعب الكويتي من الشباب مثل سبعين بالمئة فمن الجامعات اتجاهنا حق هالموضوع بالمباركية ما المباركية حق شريحة ثانية اللي هي شريحة عمري او فئة ثانية من المجتمع فقاعد نحاول ان نراضي جميع الفئات المجتمع وانت تلاقي معاهم اماكن ما اي انا منتاز هلا ماك المعين يتوقع لما تختارونها وتروحون لها اكيد فيه شخصيات مؤثرة او شخصيات معروفة او اجتماعية بشكل عام انهم يحضرون يدعمونكم من خلال هذه المبادرة ودنا نعرف منك العزيز من ابرز الشخصيات اللي قابلتوهم ودعموكم عندنا والله واحد شخصيات من ابرز الشخصيات الشيخ عصة صباح السالم زارتنا بأديد من الاماكن وعندنا اهم من الاعلاميين ومن رجال الدين وعندنا اهم من السياسيين اللي نفتخر فيهم وهم من الآباء المربين اجيال متاز انا حبيت انك ما ذكرت ولا اسم عشان ما تظلم حق احد قلت بشكل عام السياسيين والعلاميين ورجال الدين ايضا بوضح لك شي واحد كافي لما يليك ريال كويتي مربي اجيال يليك يلتفت عليك يقول لك يعطيك العافية يلتفت علي البنات اللي معانا يقول لهم قواكم الله وهم لما تيلك مرة عندهم من مهندسة او من الدكتور او من المحامي يقول لكم يعطيكم العافية يا عيالي يلتفت علي البنات يقول لهم كلمة طيبة هذا اكبر فاخر لنا احنا مو محتاجين الا الكلمة الطيبة اعيدك في هذه الكلمة اكبر داخل صراحة اكثر منه يعطيك فلوس او مبلغ مادية عشان تشتغل في مبادرتك لان فعلا الكلمة الحلوة بعد التعب وايلي تريح الانسان ولكن مو اي احد يحس في هذه لان اذا كان عندك رغبة وحب قاعد تبادر فيه لاجل الوطن وييلك شخص يقول لك يعطيك العافية ترتاح جدا نفسيا لانك انت تحتاج هذا الكلام الجميل ماجد ودا نعرف منك الخطط المستقبلية لمبادرة كلبونا جماعة شون راح تكون؟ طبعا مبادرة كلبونا جماعة ما انتهت للحين وفيها ان شاء الله خطط واماكن ياية قادمة وبعد ما ان شاء الله نخلص ونتمنى ان الله يوفقنا فيها وبنجاح ان شاء الله اي فكرة تخدم الشاب الكويتي راح نسأ فيها على طول ولا فيها تردد يعني حديث معاكم جدا شيق وجميل ونفتخر ان نشوف شباب في هذا العمور انه عندهم حب ورقبة للوطن وهم حابين يخدمون الوطن في ابسط الامور نتمنى لكم التوفيق كل ما اخيرة حابين توجونها و تقولونها في ختام هذا اللقاء معاكم يعطيك العافية على الاستضافة وقواكم الله ونحب ان نوجه رسالة ان الشباب يشاركوننا في تعزيز الوحدة الوطنية ومشاركتهم في مبادرة كلبونا جماعة والباب مفتوح للجميع وحياهم الله صراحة بالمبادرة الله يحييكم وكل الشكر لك عبدالعزيز عبدالطيف لسنان مبادر في حملة كلبونا جماعة الله يحفظك ما تقصر حياك وايضا ماجد نوافل ماجد عضو لجنة تطوعية في حملة كلبونا جماعة الله يسألوك ما قصرت يعطيك ما موفقين مكملين باجي فقراتنا في حلقة اليوم لكن بعد الفاصل شكرا شكرا شكرا